أم وأسأل التاريخ ومحذف الوطاء عن جواب أم وأسأل التاريخ ومحذف الوطاء عن جواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات أهلا وسهلا بكم تكلمنا في الحلقة السابقة عن أهم الأحداث في خلافة أيو بكر الصديق ونجمل أهمها وذلك في حروب الردة وهي أعظم أمر وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قتال مانعي الزكاة ثم تكلمنا عن الفتوحات في عهد أبي بكر وإن كانت قليلة مقارنة بأهم الأحداث وفي الوقت ذاته مقارنة بقصر مدة خلافة أيو بكر الصديق رضي الله عنه ثم تكلمنا عن جمعه للقرآن الكريم واليوم بحول الله وقوته جل وعلا سنتكلم عن أهم الشبهات التي قيلت في أي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وهذه الشبهات تتمثل في بيعته رضي الله عنه وهي حادثة السقيفة وهي من أهم الحوادث وأول الحوادث التي كذب فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن فدك وميراث فاطمة رضي الله عنها ثم نتكلم بعد ذلك عن شبهات أخرى كدعوة تخلف أبي بكر الصديق عن جيش أسامة وعدم معاقبته لخالد ابن الوليد لما قتل مالك ابن نويرة وكذلك عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر بسورة براءة في سنة التاسعة ثم إنه أرسل خلفه علي بن أبي طالب وأنه عزل أبا بكر وجعل عليا مكانه كل هذه الأمور سنتكلم عنها بأريحية تامة وبصراحة تامة ولن نخفي شيئا وهذه عادتنا معكم ونأخذ فاصلا قصيرا ثم نبدأ هذه الشبهات قم وأسأل التاريخ والبحث في الوقاع عن جواب حفظ من التاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وسنبدأ بحول الله تبارك وتعالى بذكر أهم الشبهات التي أثيرت حول أي بكر الصديق رضي الله عنه حول خلافته على قصر مدته إلا إنه طرحت بعض الشبهات ولما كان لقاؤنا معكم لإزالة هذه الشبهات ولأن نكون صريحين تماما فيما نطرح فلن نخفي شيئا بحول الله وقوته سنطرح كل شيء ولكن بعلمية وتأصيل وهذا ما ترونه إن شاء الله تبارك وتعالى إننا نجد أن أول شبهة تطالعنا عندما نتكلم عن أي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه هي شبهة البيعة كيف بويعه لأي بكر الصديق تكلمنا في أول الحلقات عن بيعة أي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن ذكرناها باختصار لماذا؟ لأننا نريد هنا والآن أن نفصل في ذكر هذه الشبهة ألا وهي كيف تمت البيعة لأي بكر الصديق هناك قضايا كثيرة جدا حقيقة دلست في تاريخنا الإسلامي وما علينا إلا أن نرجع إلى الروايات الصحيحة حتى ندرك الصحيحة من الضعيف هانذا أقرأ لكم من تاريخ الطبري الرواية التي كذبت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السقيفة ثم بعد ذلك نقرأ لكم الرواية الصحيحة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فلننظر ولنقارن بين الروايتين نبدأ بحول الله وقوته هذه رواية الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري لا تنسوا ذكرنا أبا مخنف وهو لطو ابن يحيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام سعدة ابن عبادة قام أحدهم فقال قد دانت لكم العرب بأسيافكم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنكم راضا وبكم قرير العين استبدوا بهذا الأمر دون الناس فأجابه الجميع أن قد وفقت في الرأي فقال قائل منهم إن أبت مهاجرة قريش نقول منا أمير ومنكم أمير فقال سعد بن عبادة هذا أول الوهن ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يقولون منا أمير ومنكم أمير فذهب إلى أبي بكر فأخبره فقال إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذا فهلما بنا إليهم فخرج عمر وأبو بكر فوجد أبا عبيدة فقال معنا فذهب الثلاثة إلى الأنصار يقول عمر فزورت كلاما في نفسي فلما أردت أن أتكلم أشار إلي أبو بكر أن اسكت فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا وذكر كلاما طويلا وذكر منها أي من خطبته أن المهاجرين أولى بالخلافة فقال الحباب بن المنذر يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والمنع فإنهم أبوا عليكم ما سألتموهم فأجلوهم عن هذه البلاد نعم أجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحقوا بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر أبسط يدك نبايعك فلما ذهب ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه فقال قام سيد بن حضير وكان أحد النقباء فقال والله لئن وليتها عليكم الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة أوسن وخزرج فقال سعد أما والله ويعني بسعد هنا سعد بن عبادة أما والله لو أن بقوة ما أقوى على النهض لأنه كان مريضا لسمعت مني في أقطارها وسككها لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا يجرحك وأصحابك يقول هذا لعمر أما والله إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع احملوني من هذا المكان فحملوه فأدخلوه في داره فترك أياما ثم قال أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم يعني لا يصلي الجمعة معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم يعني من عرفات فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله تعالى هذا في تاريخ الطبر في الجزء الثاني صفحة 55 حمسينا وارباميه ترجمة نانسي قنقر